السلام عليك حقيقة راح عزيز المشاهد الفالكون مانر او منطقة البركان من اكثر الاسئلة او الطلبات اللي جيني في الكومنتات ان يشرح كيف توصل لها رح ارويكم اليوم اسهل طريقة هم في ثلاث طرق تقريبا توصل لها المنطقة ولكن بعطيكم افضل طريقة توصلها والحلو انك تقدر تسويها من بداية اللعبة غير كذا اللي عاجبني في هذه الطريقة انها مرتبطة مع كوست لاين الكوست هذا طبعا على طريق كوستات انا نزل تقريبا عن خمس شخصيات او خمس ام بي سيز رئيسيين وفي تفاصيل مهمة ودي اتكلم عليها لعلها تنال على عجابكم اول شي في نفس هذا المكان اللي راح نقابل الام بي سي بتحصل هذا التاجر والتاجر هذا كثير اسأله جتني او ردود في مقطع اللي شرحت فيه كيف تسوي البوستر او رجل الدجاجة الذهبي هذا كيف تسوي لك رافت ما لقوه كثير من شباب قالوا اللي ما لقناه في هذا المكان فتعال او راح تحصل انا حصلت بصدفة في هذا المكان المهم في هذا المنطق قريب من التاجر راح تحصلون هذه البنت مجرد من تقرب من المكان راح تنادي عليك وتكلمك وتقول لك ان النكلس حقها او القلادة انزرفت من عندها وطالبها فزعتك فلي زرف النكلس هذا قريب منها ما يحتاج انك تسوي تليبورت لكن انا عندي النقطة هوردي ما اخذها من عنده فتروح تكلمه وتقول لك عطني القلادة يقول لك عطني الف رونز انا بالنسبة لي عطيت الالف رونز لكن اذا قتلته راح تاخذ القلادة من عنده راح تاخذ شغلات ثانية ضروري جدا انك ما توصل الى البالكون مانر بطريقة ثانية اذا ما وصلت لها او اذا وصلت لها بطريقة ثانية ممكن يروح عليك هذه الايتمات او ممكن ما تقدر تتكلم مع هذا الشخص المهم اذا قتلته راح يسوي لك دروب لأربع شغلات اول شيء الف رونز هو اللي راح يطيك الالف رونز الشغلة ثانية راح يطيك البلاك قارد ايكون ماسك اللي هو لابسه حاليا وراح يطيك الايرون بول فزيكال دمج فيه لهم 101 وراح يطيك البلاك قارد بل بيرينغ طبعا مجرد ما اقولك بل بيرينغ انت اردى عرفت السالفة الايتم هذا راح تطيه الى التوام اللي في الراون تيبل هول وراح تقدر تشتري من عندهم الايتمات هذه اول ايتم راح تقدر تشتريه اللي هو الرايا نيكلس او الاقلادة اللي انزرفت وراح تقدر تشتري ايتمين ثانيين اذا اردى فتحتهم اللي هو البويلد براون فائدة الايتمين او الروبيان هذاله اللي هو يسوي لك ريستور طبعا فيه فوايد ثانية اذا كان فيه افكتات سلبية عليك راح يلقيها وغير كذا راح يسوي لك بفل بعض الستات عندك المهم فيه فوايد كثير من ضمنها ريستور للهيلث او الاتش بي عندك طيب هذه في حالة انك قتلته اما اذا شترت منه نفسي كذا بالالف رونز اللي بيختلف معاك انك راح تقدر تشتري من عنده هذا الروبيان وراح تحصل على هذه الايتمات غير كذا في مواجهة احد البوسز اللي هو الماقما ريم ماكر راح تقدر يشارك او تستدعيه ويشارك معاك في هذا الفايت وللمعلومية هذا الشخصية او التاجر هذا راح يغير مكانه قريب من الكابيتل رمبارت فاذا ما حصلته هنا وجيت تبت اخذلك الربيان راح تحصله في هذاك المكان يضبط الربيان ويمديك تشتري من عنده الايتمات المهم غير موضوع الربيان راح تحصل في تكمل هالكويست عند المكان اللي راح ينتقله فضروري انك ما تقتله المهم نرجع الريا اذا رجعت لها القلادة سواء كان قتلت ولا ما قتلت التاجر راح تعطيك هذه الدعوة اللي راح توصلك للبلكينو مانر المهم بعد ما تاخذ هذه الرسالة والدعوة ضروري ان يكون معك القطعتين اللي هي موجودة في الفورت هايت وست في اعلى قمة في القلعة هذه راح تحصل القطعة اللي هي ديكتوس ميدالين لفت وفي منطق التنانين راح تحصل في الفورت فروث في هذا المكان القطعة اليمين نفس الشي راح تسلق فوق وتاخذ ديكتوس ميدالين رايت بعد كذا راح تقدر توصل للغراند لفت أو راح تقدر تفعله فبعد ما تفعل القراند لفت راح يوديك على طول أو يرس بنك في هذا المكان وعلى يسارك بتكون البنت موجودة راح تقول لك أنا كنت منتظرتك كثير وراح تعطيك الدعوة مرة ثانية للبلكينو مانر وهالمره لازم توافق أنك تعطيها يدك وبعدين راح تقدر تسوي تليبورت أو هي راح تسوي لك تليبورت إلى الفلكينو مانر وأول ما ترس بن أو أول ما يخلص تليبورت بتحصل الأرباب هذا والمديرة تنث اللي هي رئيسة الفلكينو مانر تعتبر واللي راح تعطيك مشينات اقتيالات كثيرة وفيه أمور كثيرة راح تبدأ معاكنة وفي هذا المكان راح تحصلون الماب مجرد ما تطلعون من هذا البوابة راح تأخذون يسار زي اليوتيرن كذا لازم نكتسيد آخر الطريق بعدين تأخذ يسار في يسار وراح تحصل عند هذا اليد القثيفة الماب راح تكشف الماب في هذا المنطقة كاملة وبس يا شباب أتمنى في أحد تستفاد المقطع يذروني إذا طولته شوي لكن كانت فيه شوية معلومات تبين ضخامة اللعبة والتفاصيل اللي ممكن أنك تفوتك يعني إذا وصلت إلى استخدمت أي طريقة ثانية أنك توصل لعند تنث خلاص راحت عليك ما راح تقدر تشتري الأيتمين اللي تكلمت عليهم تبعها ربيان فمعوض خير يا صاحبي راح لك ربيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة